نقطة البداية موضوع مهم جدا في كتابة المعالجة وكتابة السيناريو كله ازاي تبدأ ازاي تربط المتفرج ليك علشان يكمل ويتابع بيسموها الpoint of attack يعني نقطة الهجوم اللي هي هتبدأ الموضوع ده منين الحدوطة انت عارفها والقصة انت عارفها ازاي هتخش على الموضوع ومن انهي نقطة هجوم علشان تجذب المتفرج انه يتفرج عليك لو مثلا تخيلنا ان واحد نايم في قطو وفجأة في الضلام تسلل شخص ما للبيت ده وفتح الخزنة بتاعته وسرق مجوهرات مثلا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا السارق ده جنب الشخص اللي اتقتل اللي كان بيطارد السارق في الحالة دي انت بدأت تنجذب بيهرب الشخص اللي اتل اللي كان بيطارده وبيلاقوا الناس شخص قتيل جنبه قطعة مجوهرات وبدأوا يشكوا ان هو ده اللي سرق وتقتل وتروح الشكوك ناحيته مع ان السارق الحقيقي حر طليق هنا بتبقى نقطة بداية ممكن تجذبك انت كمتفرج هل حيشكوا بعد كده في ان ده مش هو اللي سرق كل المجوهرات هل المتفرج حيفكر كتير في الاسئلة اللي ممكن تتحصل مع العدد اللي احنا شوناه من المشاهد دي بداية زي بداية مسلسل قدر مثلا الشخص اللي تعرض والده لازمة عنيفة جدا مالية اثرت عليه قدت الى انه تحصل له وفاته يعني والابن بيعاني جدا لحد ما بيعرف ان فيه قطعة ارض يمتلكها والده في بلد تانية معينة بيقرر الابن ده يروح مكان عمره مراحه لناس ما يعرفهمش علشان يطالب بحقه الفكرة دي ممكن تخلي المتفرج في نهاية الحلقة الاولى محتاج يعرف بعدما ارتبط بالبطل ده وبولده وبالحياة اللي احنا شفناها في الحلقة الاولى محتاج يعرف انه لما حيتنقل هل فعلا حيحصل على حقه هل فعلا حيلائي اه الارض بتاعته اللي والده سايبها من فترة طويلة مين الناس دول اللي هو رايحلهم اسئلة كتير بتيجي في زهن المتفرج بتخليه لا بيقول لنفسه لا 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 انا هتفرج على حلقة تانية علشان اكمل وعلشان اتابع